اشتركوا في القناة احيكم اسماعيل الجعبيري الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولا ايها الاخوة الكرام احلام ورؤية تبشر بالزواج اقول اتكلم عن سبع رؤى فقط وطبعا الرؤى دي يعني للأسف الشديد كتير من الناس بتتخيل ان رؤى الزواج او الفيديوهات الزواج دي ما يسمعهاش غير العزاء ابدا انا كاب من الممكن ان انا ارى رؤية تبشر بزواج ابنتي او زواج ابني والمرأة المتزوجة كذلك والمرأة المطلقة كذلك اولادها يعني تشوف رؤية الاولادها والحامل والارمالة واوا الاخر اي امرأة او رجل عنده اولاد من الممكن هم مكبرس بالسن طبعا تبشر بالزواج فمش شرط ان الفيديوهات دي ما يدخلش عليها انا مش بتكلم على مشاهدة لكن مفهوم يعني شعرته من خلال تعليقات ان الفيديوهات دي بتبقى خاصة بالعزاء بس فقط لا ابدا او رؤية معنا وهي رؤية حيوان اسمه الحلزون معروف هذه الرؤية تبشر بالزواج شاحنة النقل الحمراء طبعا اللون الاحمر دي من له علاقة بالعاطفة والزواج فشاحنة النقل الحمراء رؤية تبشره بالزواج ان شاء الله تبارك وتعالى رؤية التبول في زجاجة هذه الرؤية تبشره بالزواج رؤية القمر موجود في غرفة نومي زواج رؤية النوم في المستشفى على سرير زواج رؤية الشاب يتبول في ثيابه وده طبعا رؤية مبسعة جدا جدا يدور كده في ثيابه كأنه يعني هو بالفعل عمل حمام على نفسه لا 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 هذا رؤية جميلة جدا بالنسبة للعزاب رؤية التبول بالنسبة للشاب العزب يعني التبول في الثياب رؤية تبشره بالزواج اخر رؤية معنا وده رقم سبعة رؤية السمنة للبنت العزباء رؤية تبشرها بالزواج بدلونا في اللقاءة القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته